اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حوار الأسبوع حوارنا لهذا اليوم مع الأستاذ عبدالله الباتل نائب رئيس الهيئة العامة للحصاء في السعودية أهلا بك أستاذ عبدالله أهلا وسهلا أستاذ عطلله وفي البداية أشكركم على هذه الفرصة تحت لنا هذه الفرصة كما نشكر قناة سين بي سي عربية على دائما متابعتها لكل ما يتعلق بأعمال الهيئة العامة للحصاء شكرا جزيلا لكم ونحن نتشرف بهذا الموضوع بداية أستاذ عبدالله أنتم لكم عايشتم مراحل الهيئة بشكل عام اليوم الهيئة تحولت من مصلحة إلى هيئة ما الجديد ما الفرق في هذا الموضوع نعم استمح لي في البداية أقول لك الحقيقة أنه خلال هذه المرحلة وهذا الوقت وهذا العصر بالذات حدث ثورة كبيرة جدا للبيانات فأصبحت هناك مصادر كثيرة للبيانات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي الهواتف الذكية وغيره كان الحقيقة لزاما على الجهات المعنية بالإحصاء أحد أمرين إما أنها تستوعب هذه البيانات بالكامل أو أنها تعتمد على ما تقوم به وفق أسلوبها المعتاد في عملية جمع البيانات الإحصائية من خلال المسوح أو السجلات الإدارية الهيئة العامة للإحصاء عندما فكرت فكرت بحل جذري لهذا الموضوع بدل ما تأخذ حلول وقتية وكان الحل الجذري هو عملية التحول التحول تمت ووجد دعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث صدر الأمر السامي الكريم بتحويل الهيئة العامة للإحصاء من مصلحة الإحصائات العامة إلى هيئة عامة مستقلة كذلك توج بصدور قرار مجلس الوزراء بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء هذا التنظيم الذي أعطى الهيئة صلاحية كبيرة جدا وجعلها جهة مشرفة ومنظمة على القطاع الإحصائي هذا أهم نقطة الحقيقة استفدناها فيما يتعلق بالعمل الإحصائي أو قطاع الإحصائي في الملكة العامة السعودية سنأتي لهذا الموضوع يمكن أن نشرافكم على الإحصائي في مختلف القطاعات لكن اليوم ما الفرق الذي حصل في عملكم بين المصلحة وبين الهيئة هل هناك قطاعات جديدة دخلت طريقة عملكم اختلفت في هذا الموضوع ومش الاختلاف عن السابق كان أول خطوة تم اتباعها في قضية تحول أنه أعداد هيكل تنظيمي جديد كان الهيكل التنظيمي السابق للمصلحة يعني هيكل يؤدي العمل الإحصائي وفق إمكانيات الهيئة العامة للإحصائي أو مصلحة للإحصائي العامة في ذلك الوقت الآن لا أصبح الهيكل التنظيمي أوسع تم الحقيقة تطوير المجال للعمل الإحصائي تم إضافة إدارات تتعلق بالعمل الإحصائي تم تطوير عملية التفاعل مع القطاع الإحصائي ونقصد بالقطاع الإحصائي اللي هو الجهات اللي تعمل في مجال الإحصائي لدى الجهات الأخرى يعني أنتم غير عملكم بالإحصائي تشرفون على الجهات نشرف فنيا مؤسسات اللي تسوي إحصائيات نشرف فنيا وننظم قطاع العمل الإحصائي بالكامل ونحن مسؤولين عن ذلك ونحاسب عليه تشريعات جديدة صدرت في هذا الموضوع؟ بدون شك التنظيم حقيقة كان هو أول تشريع صدر في هذا الجانب هناك الحقيقة تشريعات أخرى وافق عليها مجلس إدارة تتعلق بمثلا بعض السياسات مثل سياسة المسوحة الإحصائية مثل سياسة جمع البيانات مثل سياسات النشر مثل سياسة تزويد البيانات كل هذه السياسات وغيرها معني بها الهيئة العامة للإحصائي وبقية الوحدات الإحصائية الموجودة في الجهات الحكومية هذا العمل المتكامل بين الهيئة وبقية الوحدات الإحصائية في القطاع الإحصائي هي التي نقلت العمل الإحصائي خلال السنة والنص السابقة من مرحلة إلى مرحلة وأصبحت عملية التحول التي قامت بها الهيئة واضحة للعيان وهناك تغير كبير جدا طيب خلال السنة ونص هذه من التحول هل نقدر نعرف حجم العمليات الإحصائية التي قمت فيها تكلفة هذه العمليات مثلا أبرز القطاعات التي ركزت عليها في الفترة هذه صحيح الحقيقة كانت تحول لثلاثة بعات رئيسية قبل إجابة على سؤالك البعد الأول كان جودة البيانات كنا حريصين في كل القرارات التي تتم في كل المشاريع والمبادرات التي تمت أنه نضمن الجودة وجودة الإحصائات حتى يمكن استخدام هذه الإحصائات في عملية اتخاذ القرارات المناسبة البعد الثاني كان خدمة العميل فبدأ الآن عندما نقوم بتنفيذ أي مسح إحصائي لا بد من أخذ رأي العميل ومعرفة احتياجاته أيضا عملية الشراكة مع العميل وهناك شراكات كثيرة جدا تم توقيعها مع عدد الملجات الحكومية كذلك تفعيل القطاع الإحصائي الذي ذكرنا للوحدات الإحصائية الموجودة لازم تفعل في مجال العمل الإحصائي وحجم الإحصائات وهذه تقوم بها الهيئة أو السجلات الإدارية الموجودة عند الجهات الحكومية نحن في الهيئة وضعنا مجموعة من المشاريع تستثمر البيانات المتعلقة الموجودة عند الجهات الأخرى أهمها عملية الربط مع هذه الجهات آليا وتكوين بنك المعلومات كذلك الحقيقة اسمح لي أيضا أوضيف فيما يتعلق بالمنتجات الإحصائية أنه وضعنا خطة خلال الثلاث سنوات القادمة لتنفيذ مجموعة من المشاريع أو المسوح الإحصائية اللي راح أو بالأصح نتيجتها بتثري مثليش مثل هذه كثيرة جدا يعني مثلا على سبيل المثال لكن بالمناسبة 70% منها سوف ينفذ في عام 2017 لأن نحن نشعر بفقر للبيانات مريد خلال السنة الأولى وننفذها مثليش هذه البيانات الحقيقة ممكن أقول لك شيء كثيرة جدا لكن آخر ما تم إصداره هو الرقم القياسي للعقارات وقد أعلن قبل تقريبا أسبوع في المنتدى أو المؤتمر العقاري اللي يجري في مدينة دمان في المنطقة الشرقية طيب وانت فتحت هذا الموضوع صراحة المؤشر العقاري يمكن يمس قطاع مهم جدا للناس في ظل الإشكالية الإسكانية الموجودة طيب لو تحدثنا عن هذا القطاع البعض كان يتوقع أنه خلال السنة ونص الماضية ربما أو سنة أنه ممكن ينخفض العقار لدرجة 30% وتوقعات الآخرة شفنا أنه أنتم طرحت المؤشر وكان فيه انخفاض عن 2015 في 2016 3% فقط خفضة الأسعار هل هذا تشوفونه طبيعي أو هل تأكدت منه بشكل دقيق؟ نعم أولا الحقيقة يعني الهيئة العامة للأحصالها محاولات سابقة في أستار هذا المؤشر هذا المؤشر دقيق جدا وحساس ويحتاج أنك تضمن أن البيانات التي يعتمد عليها هي بيانات دقيقة فاتجهنا اتجاه آخر وكان لوزارة العدل دور كبير في هذا الجانب وأبدو التعاون كبير بحيث أنها زودتنا بالصفقات التي تتم خلال كل فترة كل ربع سنة أتيحت لنا البيانات الموجودة في وزارة العدل خاصة موضوع الصفقات التي تتم حول العقارات نحن قسمنا العقارات إلى ثلاثة انواع عقار سكني وعقار زراعي وعقار تجاري وكل من هذا النوع له نسبة تقريبا الاختفاض كان بأي قطاءة بأي عقار؟ أكثر أكثر الحقيقة في السكني كان كم نسبة له؟ في تصوري أنه وصل تجاوز الأربعة في أربعة وشوي إنما الزراعي كان قليل جدا ثلاثة من عشرة في المية ربما خلال الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع الثالث من عام 2016 وهكذا عموما الانخفاض خلال الربع الرابع كان ثلاثة ونص يمكن لو حسبناه بين عام 2016 وعام 2015 النسبة كانت أكبر تصل إلى أكثر من أربعة أو خمسة أو ستة في المية تقريبا هذا الجميل أن الهيئة ستستمر بإصدار هذا الرقم ربعيا حتى يتاح ربعيا ربعيا حتى تتاح لجميع العاملين في هذا المجال في المجال العقاري معرفة واقع بيانات العقار في المملكة العربية السعودية طيب صراحة الموضوع هذا متشاعب لكن أريد أن أغتنم الوقت أكثر معك في بعض المنتجات الأحصائية أريد أن تعطينا بعض التفاصيل عملكم بشكل أكبر يعني أنتم شون تجيبون الأحصائيات هذه كثير من الناس يتساعل شون أنت طلع هذه المعلومة أو تعداد السكاني حجم البطالة المؤشر العقاري مثلا كيف تحصلون هذه المعلومات أنا ذكرت لك في البداية ولو أريد أن تتكلم بطريقة علمية ويكون الأمر واضح بالنسبة للمشاهدين الحقيقة مصادر الإحصائات أو مصادر بيانات مصدر المصدر الأول المسوح الإحصائية المسوح الإحصائية دائما هي التي تقوم بهذه هيئة العامة للإحصائر نوعين من المسوح مسوح أسرية نزور الأسر ومسوح تتعلق بالمنشآت دائما المنشآت تكون مسوح اقتصادية معرفة محدلات النمو معرفة نمو القطاع الخاص معرفة نمو قطاع مثل التأمين قطاع التجارة قطاع غيره ويتم بشكل دوري سنويا مثل هذا النوع من المسوح جميل هذا المسوح أنا أريد مثلا المسوح اللي تحتاج وضع ميداني الدراسات يعني مثل ما ذكرت مثلا وزارة العدل أدتكم البيانات حللتوها طلعتوا بارقة أنا أقصد القطاعات أو النوع من الأحصائيات والمنتجات الأحصائية اللي تحتاج أن يروحوا الناس يكتشفون كم العدد صحيح هذه شلون كلهم موظفينكم طيب نعم كيف التكاليف مثل هذه البحوث نعم نعم عندنا الحقيقة في العمل الأحصائي هناك تسع مراحل لأي مسح أحصائي والهيئة العامة تطبقها المرحلة الأولى خلينا نبدأ فيها أنا لا أريد أن أطيل حقيقة في هذا الموضوع هي مرحلة نسميحنا مرحلة النطاق هذه المرحلة ندعو العميل أو المستفيد من البيانات مثل جات الحكومية والقطاع القاص وبعض المستفيدين ونعرف احتياجاته هذه المرحلة الأولى وهناك شيء مرحلة كثيرة مرحلة الثانية نضع خطة للمسح هذه أنت تذكر المراحل أنا أقصد الموظفين هل كلهم موظفينكم حتى جيت إن شاء الله لما أذكر مرحلتها عموما مثل ما ذكرت يعني كسبة للوقت أقول لك المرحلة في مرحلة اسمها مرحلة العمل الميداني نعم هي هذه المهمة هذه المرحلة يتم سحب عينة هذه العينة تمثل المملكة بكافة مناطقها نضمنها تمثل المملكة من الأسر نقوم بزيارتها باستخدام موظفين الهيئة معظمهم مشرفين ومفتشين وبعض الموظفين من الجهات الحكومية الأخرى نقوم بزيارة الأسر والحصول على هذه البيانات يعني تعتمدون على موظفين متعاونين مدرسين الجهات نعم معنى موظفين متعاونين يعني سؤال سريع قبل أن نختم ربما الجزء الأول من هذه الحلقة تثقون بهؤلاء الموظفين أو أنتم تدربونهم نعم يتم تدريبهم تدريب كامل يتم أيضا في نفس الوقت عمل تقييم لهم في نهاية التدريب بعد عملية التقييم من يتجاوز التقييم يتم اختياره أيضا يتم متامعة أثناء العمل الميداني بزيارة موظفين الهيئة تأكدونهم زار الأسر ولا لا أستسمحك في هذا الفاصل نتوقف ومن ثم نعود لمتابعة هذه الحلقة مشاهدين لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم مشاهدين من جديد لمواصلة هذه الحلقة مع الأستاذ عبدالله الباتل نائب الرئيس للهيئة العامة للإحصاء حياك الله كنا نتحدث عن طرق ربما الإحصاء لديكم في الهيئة وتعاون مع موظفين أو من جهات خارجية تثقون أنتم في هذه المعلومات وتحاولون أن توصلون أكبر قدر من المصداقية في هذه المعلومات طيب من هم الجهات أو أغلب الجهات التي اليوم تطلب معلوماتكم أنتم سواء جهات حكومية أو خاصة؟ المتطلبات المتعلقة بالبيانات الإحصائية تأتي سواء داخليا من جميع الجهات الحكومية خاصة من بعض الجهات المتعلقة بالقطاع الخاص الجهات الحكومية الآن تتفاوت يعني بعض الجهات تطلب بيانات خصوصية مثل وزارة الصحة تريد البيانات المتعلقة بالصحة وزارة التعليم تريد البيان المتعلقة ووزارة العمل تريد البيان المتعلقة بالعمل حتى تتخذ قراراتها هناك جهات أخرى مثل مجلس شؤون الاقتصادية والتنمية أيضا يطلب الكثير من البيانات وتعدلها الكثير من البيانات هناك بيانات أخرى أيضا وتقارير ترفع للجهات العليا قبل رؤية 2030 قبل أن تعلن هل طلب منكم مسوحات معينة؟ هل تم الاعتماد على معلومات كثيرة؟ والله أنا ذكرت لك الحقيقة قبل ذلك كانت الهيئة تعد خطتها السنوية وتجري المسوح لكن الآن اللي استجد نأخذ رأي العملاء قبل ما نجري المسوح لمعرفة ماذا يريدون أصلا حتى على ضوء نضع خطتنا السنوية في إجراء جميع المسوح وبالتالي الآن المرحلة مثل ما قلت لك مرحلة التركيز على العميل وماذا يحتاج طيب المجلس الاقتصادي الأعلى يطلب منكم الآن المسوح بدأ أكثر من قبل أو معلومات معينة بعد 20-30؟ تقصد المجلس الاقتصادي للتنمية والاقتصادي والتنمية؟ نعم نعم حقيقة كثير من البيانات يعني تعد لهذا الغرض يعني لأنه مثل ما أنت عارف فيه رؤية الرؤية السعودية 20-30 20-30 وهناك التحول الوطني لـ 20-20 كل هذه يتم تقييمها ومتابعتها بشكل مستمر كل ما بين فترة واخرى حتى نتأكد نحن سائرين في الطريق الصحيح أم لا وهذه الحقيقة ما يحكمها إلا البيانات الإحصائية لكن أيضا لا يفوتني نقول أن كثير من المنظمات الدولية تطلب بيانات إحصائية والهيئة تقوم بتزويدها إضافة إلى العمل أنت ذكرت نقطة حساسة أيضا المنظمات الدولية أحيانا يطلبون معلومات يعني معينة مثل من فترة كان في زيارة البروفيسور فيليب إلستون للمملكة حول الفقر المدقى أنتم يبدو لي لماذا زودتهم معلومات أو ما أعطيتهم معلومات كافية هل أنتم مثل هذه المنظمات لما يطلبون أو يلحون عليكم في معلومات هل عندكم خط أحمر أو خط توقفون عندما تعطون هذه المنظمات أو الجهات؟ الحقيقة فقط اسمح لي صحح المعلومة الحقيقة يعني أولا اسمح لي فقط قبل البداية أن نشكر الإخوان في هيئة حق الإنسان في المملكة العربية السعودية فهم الحقيقة بادروا بدعوة هذا المندوب والمقرر مبعوث الأمم المتحدة للفقر المدقع وحقوق الإنسان وهو الحقيقة أمضى في المملكة 12 يوم زار عدة مدن من بينها جازان ومن بينها التقى بمختلف الفعاليات التقى بوزراء بمسؤولين التقى بالقطاع الخاص ورجال أعمال التقى بنخبة التقى بزار بعض الأحياء في مدينة جزان حتى يطلع ويقدم بيانات وهذه بيانات صحيحة وهذه أعتقد أنها منتهى الشفافية عندما تدعو مندوب تقول تعال اطلع من قبل هيئة حق الإنسان السعودية أعتقد أنها جيدة طبعا التقينا فيه حنا وكان الموضوع موضوع الفقر المدقع أنا ببساطة أقول لك الفقر المدقع هو الجوع هو المقصود فيه أن الشخص أو الفرد أو الأسرة لا تجد أكل حاولنا نوضح له ووضحنا له الحقيقة أن الفقر المدقع سبقا أعلنت المملكة عندما كنا نعد مؤشرات الألفية أنه لا يوجد في المملكة هذا النوع من الفقر نحن الموجود لدينا أو نحاول ندرس دائما خط الكفاية أو خط الفقر المطلق الذي يتعلق أو خط الفقر المتعدد الذي يتعلق بالتعليم والصحة وغيره أنما الفقر المدقع هذا مو موجود في المملكة تصور الأمم المتحدة تقرر دولارين غير موجود خط الفقر المدقع لأنه يقيم على أساس كتصنيف أم كواقع اجتماعي لا كتصنيف واقع اجتماعي تصور كتصنيف يقول لك أنه دولارين في الشهر هل معقول في مواطن سعودي ما عنده مثلا ثمانية ريال أو سبعة ريال خلال الشهر الآن الحمد لله يعني موجود وفيه تكامل وتعاون بين الأسر المختلفة ففهم هذه النقطة وحتى في تقريره اللي عرضوا علينا في الأيام الأخيرة في اليوم الأخير اللي زيارته أكد على أن الكثير من قابلهم فعلا ومختلف الفعاليات يرون أنه لا يوجد فقر متقع ولكن كان الحقيقة تزويده بالبيانات والمنهجيات اللي نستقدمها وغيره وأن نحن نأمل إن شاء الله أنه في زيارته القادمة بيجد بيانات عن مؤشرات أو خطوط أخرى غير قضية الفقر المتقع هذا الموضوع نفسه يعني ياخذني الموضوع أيضا ذكرنا يمكن بالبداية بسدي معلومات أكثر عنه يعني وش الخط اللي ممكن أنتم توصلون لعنده أنه هذا لا ما نعطي للجهات هذا مسألة تمس الأمن الوطني تمس الأمن الاقتصادي يعني مثلا أحيانا سواء للمنظمات الدولية أو حتى ما يتعلق بربما الجهات المحلية يعني مثلا الاستثمار الأجنبي يعني ممكن أنتم تطلعون معلومات أيضا ممكن تضرر الاستثمار الأجنبي لو كانت حقيقية يعني أنا الحقيقة مودي يعني أظهر بصورة كعني ودافع لك أن أؤكد لك أن جميع المسوع والبحوث التي تجريها الهيئة العامة اللحصة يتم نشرحها كما هي ووجدنا تشجيع كبير جدا من معالي رئيس مجلس الإدارة ومن القيادة العليا أنه فعلا المهم أننا نعرف واقعنا بدون رتوش وهذا اللي قاعد يحصل الحقيقة ولو تابعت الهيئة العامة في السنوات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة فعلا بدأت أن ننشر كافة البيانات بغض النظر عن مدى كونها بيانات تعكس واقع جيد أو حتى واقع يحتاج إلى تطوير وتحسين في النهاية هذه مؤشرات لها هدف وهو دائما التطوير والاستفادة منها في قضية تحسين الوضع في مختلف المجالات في المملكة فما أنا أتكلم لك ولا الحقيقة أريد أن أبالك ولكن أقول لك أنا ما لمست هذا الجانب دائما بياناتنا تنشر بالكامل طيب لو تحدثنا عن موضوع المنتجات الإحصائية عندكم والمؤشرات يعني أنت ذكرت أنه في المؤشر العقاري في أيضا قبل كان في المؤشرات البطالة وغيرها ما هي خلنا نقول المؤشرات اللي رح تركزون عليها أكثر في المرحلة القادمة واللي تمس خطط الدولة وأيضا المواطن نفسه نعم حنا الحقيقة يعني تحديدا في هذا السؤال اللي يهم خطط الدولة الهيئة العامة اللي حصى بمجرد صدور الرؤية السعودية قامت بدراستها واستخراج جميع المؤشرات المطلوبة لقياسها لكل مجال من مجالاتها هي حددت ثلاث محاور ولكل محور مجموعة من المؤشرات هذه المؤشرات أخذت جميع مناحي الحياة سواء الاجتماعية الاقتصادية الثقافية الثقافية نقصد فيها كل ما يتعلق بموضوع الثقافة والترفيه وغيره أيضا البيئية كل هذه الأنواع من المجالات الإحصائية لها مجموعة من المؤشرات في الرؤية كان دورا الحقيقة نضع هذه المؤشرات في مجموعة مسوح تجريها الهيئة على مدار هذه السنوات تهدف إلى إنتاج هذه المؤشرات وتزويد الجهات الحكومية بالنسبة للموضوع الهيئة نسمع منكم أنتم ستتحولون إلى ربما جهة تجارية هل فعلا سنرى هذا الموضوع أن تجي جهة شركة قطاع معين بجهة حتى خارجية تحاول تأخر من عندكم أو تجري عندكم فحص مقابل مبلغ مادي كلكم عائد صحيح لأن التنظيم الذي صدر من مجلس الوزراء وقر بتمظيم الهيئة العامة للإحصاء تضمن في إحدى مواده أن الهيئة لا الحق أن تعمل بأسلوب تجاري في بعض المؤشرات فقط للقطاع الخاص ما تم خططين نحن الآن نعمل على حقيقة تنسيق داخل الهيئة وعندنا إن شاء الله إنشاء أكاديمية وإنشاء مركز للأعمال بيتولى هذا الأمر للقطاع الخاص وهي البيانات التفصيلية يعني البيانات العامة هذه الكل ممكن يستفيد منها لكن البيانات التفصيلية التي على ضوءها قد القطاع الخاص أو شركة أو جهة تستفيد منها أو حتى نجري لهم مسل أو نقدم لهم خدمة أو غيرهم متى أن توقع شيء هذا؟ أتوقع إن شاء الله أنه خلال هذا العام إن شاء الله بعجالة إن صح التعبير ماذا توعد القطاع الخاص أو المهتمين في القطاع الاقتصادي من معلومات وكذلك أدي أعرف معلومة إذا كان بالإمكان عن تكلفة المسوحات التي سوتوها في 2016 قضية التكلفة يعني كل مسح له ميزانية المستقلة وهي ميزانية مبنية على حقوق الآخرين أصغر مسح ممكن كم يكلم يعني بحدود مليون وشيء منها القبيل هي مجرد مكافآت وانتدابات للموظفين اللي يقومون بالعمل غيره ما عندنا شيء البقية عمل الهيئة ما هناك تكاليف أخرى غير هذه التكاليف يعني حقوق هي في النهاية لكن الهيئة تعمل للقطاع الخاص يكفي أنها الحقيقة الآن تمكننا بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية أنه تنشأ لجنة وطنية مرتبطة بالغرف السعودية بالغرفة مجلس الغرف السعودية بتتولى التنسيق بين الهيئة وبين القطاع الخاص وهي أنشأة الآن وعلى وشك إن شاء الله تمارس عملها الهيئة لديها الحقيقة مستقبلا أو خلال شهر مارس إن شاء الله القادم شهر مارس يعني بعد أقل من شهرين بتنظم منتدى عالمي ليشارك فيه جميع دول مجلس التعاون وهو تحتها رعاية خادم الحرمين الشريفين هذا المنتدى تم دعوة عديد من العلماء والمثقفين والنخبة في المجلس والعالم والمتخصين في مختلف المجالات الإحصائية والمجالات الاقتصادية وغيرها من مجالات سيقدمون خلالها مجموعة من المحاضرات واللقاءات وستعقد خلال مجموعة من وراجع العمل والجلسات واللقاءات إن شاء الله نخرج منها بتوصيات مختلفة تخدم القطاع الحصائي وتخدم توجهات الرؤية السعودية في المملكة العربية السعودية أنا على يقين أنه بعد نهاية هذا المنتدى اللي الحقيقة الآن يتم التنسيق له وتقريبا على وشك إن شاء الله يعني ننتهي من كافة الأعمال التنسيقية والتجهيزية وكثير من الحقيقة المثقفين ورجال الأعمال وغيرهم أبدوا موافقة على مستوى الدول العالم أبدوا موافقة وترحيب في المشاركة وتقديم خبراتهم في هذا المجال أنا أتصور أنه إن شاء الله بعد نهاية هذا المنتدى بنخرج بتوصيات عملية كثيرة جداً مفيدة تخدم المختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية طيب وأنت أيضاً والهيئة متعاونين معنا ونشكركم على هذا اللقاء وهذا الوقت الله يعطيك العافية وأنا أيضاً شاكرك يا أخعة الله وأتمنى لكم التوفيق ولقناة سين بي سي عربية أيضاً الشكر والتقدير على دعمهم وتعاونهم معنا المستمر الأستاذ عبدالله الباتل نايب رئيس الهيئة العامة لأحصاء شكراً جزيلاً لك وأنتم أيضاً مشاهدين شكراً جزيلاً لطيبي المتابعة وانتظرونا في حلقات قادمة اشتركوا في القناة